الحكومات الأوروبية متواطئة في الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا هذا ما خلص إليه تقرير لمنظمة العفو الدولية تناول دور الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنظمة لم تشر بأصابع الاتهام للحكومات الأوروبية إلا بعد نتائج استندت فيها على مواقف سابقة تثبت وفق التقرير تواطئ هذه الحكومات في الجرائم المرتكبة بحق المهاجرين المحتجزين في ليبيا ووفق التقرير فإن السلطات الأوروبية تمانية بالحد من تدفق المهاجرين إليها عبر المتوسط أمر جرى هذه الحكومات لدفع مبالغ مالية لصالح خفر السواحل الليبي الذي يعمل بدوره على اعتقال المهاجرين واحتجازهم في مراكز اللجوء وسط ظروف صعبة العفو الدولية نسفت الدعاءات متكررة يسوقها الاتحاد الأوروبي علاميا بشأن الدعم المالي المقدم لخفر السواحل من أجل الحد من ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وبحسب التقرير لم يكن الدعم المالي الأوروبي بهدف معالجة ظاهرة الهجرة وإنما من أجل قمع المهاجرين غير الشرعيين دون وصولهم إلى شطان أوروبا مهما كان الثمن حتى وأن وقعوا ضحايا استغلال النتيجة التواطئ بين المهربين وأفراد خفر السواحل الليبي وبلغة الإعلام دعمت تقرير الدعاءاته بصور ومقاطع فيديو وثقتها منظمة العفو الدولية تظهر قاربا تبرأت به إيطاليا يشارك في حادثة وقعت في السادس من نوفمبر الماضي راح ضحيتها خمسون مهاجران ابتلعهم المتوسط وبينما يدفع الاتحاد الأوروبي بسخاء لمكافحة ظاهرة الهجرة واحتجاز المهاجرين في ليبيا تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم يبقى نحو خمسمائة ألف مهاجر محتجزين في مراكز نزوح تفتقر لأدنى مقاومات الحياة ترجمة نانسي قنقر